عزوز المشاهد الجميل بفضلك قدرنا نوصل لخمسمائة الف مشترك نصف مليون فشكرا جزيلا لهذا دعم الاسطوري وبهذه المناسبة حبينا نسوي فقرة الاسئلة اخر مرة سوينا فيها فقرة الاسئلة كان عندنا خمسين الف مشترك فقط وخلال سبع شهور تحولنا من خمسين الف مشترك الى نصف مليون احنا مع بعض جالسين نحطم الارقام القياسية لا ولسه ان شاء الله ترقبوا محتوى جبار في المستقبل طلبت منكم تعطوني بعض الاسئلة ولعنى امرا هجاوبها فبلا اقطى لايك لو كنت جديد اشتركوا القناة وخلونا نبدأ على بركة الله انا متوقع كذا اشوف اسئلة اسطورية فعندنا اول سؤال هل عمرك خشيت الحمام؟ اوووووووووووب بدينا بدينا اسئلة الاستهبال والاستعباط نعم يا قبل ثانية واحدة انا خشيت الحمام كثيرا يا له من سؤال عظيم وننتقل للسؤال العظيم الآخر السؤال اللي بعده يقول هل أنت شاذ؟ يعيال يعيال من جد ما نبي أسئلة استهبالية واستعباطية نبي أسئلة حقيقية يعني أسئلة حقيقية تكفون أوكي أدنا سؤال حقيقي هذه المرة يقول إيش آخر إني متابعته الصراحة أنا مش فاكر إيش آخر إني تابعته لحظة خلي أبحث لحظة إن شاء الله ما يطلع شي معطوب ولا شي أحم أحم أوكي آخر إني متابعته من شهر ستمبر يعني شهر التاسع وكان إنيمي جوجو بالزار الدفنتشر الجزء السيدس ولسه ما كملته السؤال اللي بعده يقول شو أكلت مبارح تقريبا الآن ساعة 12 الليل ومش فاكر أسطلا أنا مين السؤال اللي بعده يقول ما هو أفضل ثلاث شخصيات عندك في إنيمي هجوم الأعمال أوكي هذا سؤال جميل الشخصية الأولى هي أكيد يعني الكابتن والقائد إيرون سميث الشخصية الثانية حتكون ليفاي والشخصية الثالثة حتكون ساشا ساشا حقة البطاط واللحم ما برنامج المونتاج المستخدم اسمي عبدالإله أهلا بك عبدالله برنامج المونتاج اسمه أدوبي بريمير برو زمان كنت أستخدم سوني فيغاس ولكن فرق شاسع بين الاثنين السؤال اللي بعده يقول تحب متابعينك يس أكيد عندك بيت خاص لا للأسف ولكن أتمنى يكون عندي بيته الخاص كم طولك أتوقع ثلاثين تقصد طولي أنا ولا طول أحمد أحمد الطول ما ينحس بكذا كم عمرك أنا أتوقع ثلاثة لا خطأ عمري خطأ وطولي خطأ وبس شكرا جوابت عليك هل تحب الضفادع يعني هو كاتبها خطأ ولكن ما علينا هل أنت فان لوان بيس أو أتاك الاثنين هل تحب الدراسة لا قودي لديها اقتراح أن نسوي زي الرياكشن كذا على الفيديوهات الكوميدية ونقيمها من عشرة فيديوهات الشورتس فإيش رأيكم في هذا الاقتراح كتبوا لي في التعليقات حتى لو عجبتكم الفكرة أطبقها هنا في القناة سؤالي البعد يقول ممكن تسوي فيديو تحدي اللهجات يس بالتأكيد وراح يكون معنا ضيف متى تاريخ ولادتك الحادي عشر من شهر أكتوبر أنا سيقول هل شعرك أبيض في الحقيقة لا ولكن برضو بي القليل من الشيب مين أرجل جوهان ولا ترانس ترانس مين التكاتبها خطأ ترانس معناتها متحول ومفترض هي ترانكس ترانكس أرجل من جوهان ترانكس أول ما ظهر كذا مسك سيافة ويسوى من فريزة كذا سندويتش كبدة نطالب بفيديو عن المواقف المهرجة يس أكيد حسوي ما طول الأمر عجبكم حسوي فيديو عن المواقف المهرجة قريبا جدا هل أنت مرتبط؟ لا السؤال من وردة تقول إزاي أحفظ التواريخ ومش أنساها لازم تربطي هذه التواريخ بحدث معين ولا شيء معين أول ما تذكري هذا الشيء على طول رح تذكري التاريخ زي إيه مثلا مثلا سنة 1999 أنا كذا ربطت هذه السنة على طول في وانبيس فأول ما يقولون وانبيس أتذكر سنة 1999 ليش؟ لأن هي السنة اللي ظهر فيها هذا الإنمي ونزلت أول حلقة منه تربطي هذه السنة بحدث معين أول ما تذكري هذا الحدث رح تذكري السنة والتاريخ هذا على طول أوس هل أنت متزوج يس؟ أنا كذا متزوج من أربعة وإن شاء الله أطلق الرابعة واجيب واحدة ثانية مكانها أنت إيش اسمك الحقيقي متابعك من الجغ إيش هي الجغ هذه بالضبط هل هذه دولة جديدة يعني ولا إيش؟ اللي يعرف الجغ يكتب لي في التعليقات ما هي مواصفات الفتاة التي تريد الزواج بها؟ آه سؤال كويس أول شيء يكون شعرها قصير الرام حقها 16 جيجا كرت الشاشة حقها 350 لازم من انفيديا جي تي اكس ها ولازم تكون كور اي 7 الإصدار الأخير هذه هي المواصفات ما هو الفيلم الذي أرعبك؟ آه في فيلمين مرعبين جميلين جدا واحد اسمه The Exorcist وآخر اسمه The Shining هذه الأفلام لا أنصح الصغار أنه يشوفوها سؤال يقول يمتى تتزوج وبتطلعها معك تخيل كذا نسوي قناة عائلية قناة عائلية الانيميشن والله فكرة والله فكرة حلوة الصراحة نمس عجبتني هل تفكر أنك تعمل فيديو أو قناة جايمينج؟ إذا قناة جايمينج لا صعبة شوية خصوصا أنه أنا مش جايمار محترف يعني ولكن قناة ثانية يس راح نسوي إن شاء الله قناة ثانية سؤالي البعد يقول كم انيمي حضرت في حياتك؟ تقريبا سبعمائة إنيمي ولا حاجة زي كذا خصوصا زمان لأن كنت فاضي جدا هل كنت طفل بريء في طفولتك؟ تقريبا يعني روماي سيكيكي سألت مليون سؤال بسم الله ما شاء الله ماذا ستفعل عندما يخرج يأجوج ومأجوج والدجال راح أختبئ تحت السرير كم عدد الأولاد اللي تريد؟ صفر ما هي ثاني مادة تكرهها؟ صراحة أكره كل المواد بس أكثر شيء سبب لعقدة هو الرياضيات ماذا تعرف عن ليبيا؟ عرف الكثير أقدر أغني لك النشيد الليبي أصلا يا بلادي يا بلادي بي جهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي لننن اسلمي لننن اسلمي طول المدى إننا نحن الفدا ليبيا 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 لننن أتمنى أنك ما كنت موت بسبب الصوت نجي الآن إلى اللحظة المنتظرة وأكثر أسئلة تكررت على الإطلاق هم سؤالين الأول هو كم عمرك؟ والثاني هو إيه الشكلك الحقيقي؟ أو متى ناوي تظهر بشكلك الحقيقي؟ بالنسبة للسؤال الأول أنا قد جاوبت أو لمحت في فيديو الأسئلة اللي فات ولكن الناس ما انتبهت فتقدر ترجع تشوف الفيديو وعلى طول ستستنتج الإجابة الصحيحة أما بالنسبة لإظهار وجه الحقيقي طبعا الفكرة هنا إننا راح نسوي قناة ثانية وفي هذه القناة الثانية راح أظهر بشكلها الحقيقي وهذه القناة راح تستمر فيها محتوى الانيميشن متى هذا الشيء؟ هذا الشيء يتأخر جداً لأن حالياً الميزانية حقتي معطوبة جداً يعني تخيلوا كذا الكاميرا لوحدها ألف دولار سعرها ولسه المايك الجديد والإضاءة وكل هذه الأشياء مكلفة جداً الحقيقة وكما تعرف عزوز المشاهد قديش أنا أحبك وقديش أنا صريح معاك فرباح اليوتيوب كذا ثمانية دولار عشرة دولار لو جمعتها كلها ممكن تكفي إنها تعمل وجبة كينتاكي مش إنها تجيب استوديو وكاميرات وكذا أنا ناوي لو أطلع بشكل الحقيقي لازم أطلع بجودة عالية دائماً أنتم تعودين هنا في القناة كل الفيديوهات جودتها عالية جداً ومتعوب عليها وكذلك نفس الشي لما أطلع بشكل الحقيقي ولكن أنت تقدر تدعم هذا القناة من خلال زر التشكرات الجديد هذا تقدر تسوي دونيشن للقناة تقدر كمان تنتسب بالقناة فكل هذه الأشياء راح تساعدني وتدعمني حتى نجمع الميزانية الكافية من خلالها نجهز استوديو لو ما تقدر اللايك والشير كافيين وشكراً جزيلاً على كل الرسائل الجميلة الجالس ترسلها ليا وأنا ممتن جداً وشكر أنك تتابعني وبس إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى أنك تكون استمتعت إذا استمتعت أعطنا لايك شك على الفيديوهات السابقة انتظرني في الفيديوهات الجاية وإلى اللقاء تعالى معي نتسبق في الحقول نقطف الأزهار في السهول والفرحة تطول ترجمة نانسي قنقر